طيب وانت في المينيا وانت بتلعب في الناشئين تلعبت بالأكاديميات وبعد كده بدأت تتدرج ماشي اكنش في اكاديميات زمان لا يعني مدرسة الكورة مدرسة اي ما هي بقى اللي قلت بيسمينها اللي البراعم تبع المينيا وبتصعدنا على قول يعني ودي كانت مفتوحة لكل عامة الناس في المينيا اه طبعا طيب بدأت تلعب ناشئين امتى وبدأ الانظار تتجه لك امتى لا ما انت متواجد بقى بتلعب مانشاطك انت يمكن يعني يبطل يبصولك قوي وانت في 16 سنة مش قبل كده في قطاع الناشئين تحت مخشير اه في قطاع الناشئين اه بدأت 16 سنة بدأ الانظار بقى في بصير والمكان بتاعك اه يمكن انا بدأت وانا صغير راس حربة راس حربة اه يا كواسي انت رجعت لابت اه اه لا والله كنت عندي شوية كنت انت لسه بتقولي دلوقتي بتقولي انا مش مهاري وبش مهاري لا مهاري لا اه في ناس بتخطف الانظار ومهو صغير تحس اللي هو اردس اه انا مكنش ارد في الكورة لكن كنت مهاري يعني ايه من السردبكات بتلعب كورة تمسي الكورة بتستلم وتسلم وكنت بسجل مع المينيا يعني بطلع من وراء بروح بكمل اه ليك كده الشقات بتاعتك دية اه فكان عندي كورة مكنش بطفش وخلاص لا انا عارب طبعا وانت 16 سنة بدأت الانظار الناس تبصلك وتقولك ده هيبقى فيه مستقبل كبير قوي لنادي المينيا نفسها طلعتوا الدرجة الاولى فاكر جيلك اللي كان موجود معاك في المينيا اه طبعا مين كلهم حبايبي جدا هنفتكر واحدول يعني اول جيل اللي عبتي معاه في المينيا كان اكبر مني بكتير يعني كان كابت الحمدي عبدالله يرحمه بينه وبينه مثلا يعني 17-18 سنة كان هو مساك حمدي عبدالعالم اسمه حمدي عيوشة كان بلعب مساك وانا لبرو اسمه ان شاء الله كان طويل بيجيبه هداف الله يرحمه وكان كابتن منصف عبدالمحسن من سهاج من الليعبه معاه ضدنا اه اه طبعا اه شديد اناوي طبعا اه شديد اناوي طبعا النجم بتاع المينيا وكابتن نادي حسن كابتن نيحيا دياب كابتن صلاح مبارك الله يرحمه اه مندوح زاك كابتن سمارة ده كان الضبط بتاعي في الجيش وكان لعيب معانا في المينيا اوامر وجاهزة في كل حاجة طبعا اه اه جابتن جمال جمعة اه السلام علي مصطفى اه في ناس كتيرة والله انا خاف انسى بس وكان فيه ربيع السيد ربيع السيد جال يجيب جيب بعد كده جيب بعد كده ورد عب مولا وإشام عبد الرسول يعني اه نضموا لكم بعد كده اه طبعا مين اللي حولك من المهاجم للمدافع مين اللي قالك الرجل دوت لو لعيبك بص اللي اشتغل معي كتر اول كابتن موريس كابتن موريس توفير يعني لو دلوقتي عاوز تقول المدرب اللي حولك من هنا من رأس حربة لستوبر او سيرد باك عشان توصل منتخب مصر وتوصل النادي الاهلي عاوز تقول له شكرا ايه رسالة توجهها له وتقول له فيها ايه اولا ارحم طبعا هو كابتن عزيز جرجس اللي اشتغلوا معي كتر اول اشتغلوا معي في هما اللي قالوا تنقل من هنا الهنا اه حاسل فيه قدرات جامدة قدرات دفاعية انت ما كشيتش شوية كده لا خالص وتبتصك فيهم يعني المكان ده كان فاضي في المينيا وانا عند 16 سنة في الفريد اول بش عارف ايه فمين بيدور على المكان في المكان مين يلعى في المكان ده حمادة عنده السرعات عنده القوع كده السن ده انا تحولت بشكل جبر جدا يعني كنت كان وازي مثلا 57 كيلو رفاع قوي مرة واحدة بقيت 8-9 عضلات وجسم وطول وكل حاجة اشتغلت على نفسك يعني اه اه بص فيه سنة بطلت فيها كرة كنت في السعودية باخد سنة عامة كان والدي شغال هناك فروحت سنة واحدة في 77 تقريبا فرجعت حواري ايه فبرضو يعني السنة دي بالذات كان لغوا الاحتراف في السعودية اه يعني لو كان فيه احتراف له كنت العامة شافوني وانا بلعب قالت بتبت كان وزين ياخدون بس مافيش 77 اه الامين دابوا ساعتها الله يرحموك راح اهل جدا كان في اهل جدا شغال بس اه خدت جنسية اه عشان كده اكمل ولعب ايو 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 فرجعت طبعا لناد المانيا واشتغلت يمكن السنة دي فرقت معايا كتير جدا في حاجات اه في التكوين الجثماني في القوة في الحاجات دي اه اتصعدت على طول فريق الاول اه ولعبت معهم دورة المرحلة بتاعت الصعيد كلها الدوري والبجموعات ودورة الترقي كملت بقى اه